نذكر بما رأيناه إلى حد الآن رأينا التربية في اللغة ثم التربية استلاحا ثم مفهوم التربية ثم تعريف التربية أنا الأوان لكي ننتقل إلى العنصر الموالي وهو طبيعة العملية التربوية ما طبيعة التربية؟ سؤال مهم جدا وقد حاول علماء التربية الإجابة عنه ولكن باختلاف وجهات النظر طبعا البعض يعتبر أن عملية التربية هي عملية اكتساب للخبرات فقط البعض الآخر يعتبرها عملية إعداد للحياة البعض إذن يعتبرها هي اكتساب للخبرات بعض الآخر يعتبرها هي عملية إعداد للحياة البعض الآخر يعتبرها هي عملية فردية والبعض يعتبرها هناك من يعتبرها كذلك مرادفة للتعليم التربية هي التعليم أو مرادفة للمعرفة والثقافة المتخصصة والبعض الآخر أيضا يعتبرها معنية بقضية الأخلاق أو مرادفة للأخلاق بدرجة أساسية إذن لدينا وجهة نظر حول طبيعة العملية التربوية لكن في واقع العمر ما طبيعة العملية التربوية؟ هل يمكن أن نخرج من هذه الاختلافات بوجهة نظر تقريبا شاملة ودقيقة؟ في الواقع يمكن لنا ذلك حسب الدكتور صالح فبداية التربية هي تجمع بين جانبا الجانب الأول هو الجانب النظري الذي قد يسمى بالجانب الفكري أو الجانب الفلسفي والجانب الثاني هو الجانب العملي الذي قد يسمى بالجانب التطبيقي أو الجانب الميداني إذن كما لو أن لدينا عملة نقدية أي عملة نقدية بوجهين الوجه الأول من هذه العملة هو الجانب الفكري أو الفلسفي والجانب الثاني هو الجانب التطبيقي أو الميداني فالتربية تجمع في الآن نفسه بين كونها تنظير وأفكار نظرية وفي الآن نفسه ليست فقط أفكار نظرية لها جانب آخر هو جانب عملي أي جانب تطبيقي وميداني هذا هو الجزء الأول الذي يحدد طبيعة التربية لكن هناك أيضا معنى ثاني يحدد طبيعة التربية هذا المعنى أشمل يقدمه الدكتور صالح بن علي أبو عراد يقول فيه أن طبيعة التربية تتحدد في خمسة مستويات تقريبا لأنها تجمع بين خمسة عناصر متداخلة تكون جميعها طبيعة التربية خمسة عناصر تكون جميعها طبيعة التربية ما هي هذه العناصر الخمسة لنتوقف عندها قليلا العنصة الأول هو كون التربية هي علم ماذا يعني أنها علم باعتباري أنها تقوم على أصول ومفاهيم وحقاق ونظريات علمية تحكم العمل التربية هي علم فليست هي هوى أو اجتهاد شخصي خالص لا هناك جانب مهم في التربية يخضع إلى التقييد باعتباري قواعد علمية لابد من دراستها وتناولها باعتبارها حقاق تربوي العنصر الثاني المكون لطبيعة التربية هي كونها فن فن ما المقصود بكونها فن؟ لكونها عملية إنسانية تقوم على شخصية المرب طبعا لكل شيخ طريقته كما يقول مثلا لكل مرب أسلوبه لكل مرب شخصيته لكل مرب مرئيته الخاصة في تسيره لدرسه وفي شرحه وفي تقديمه لأفكاره وفي تحقيقه لأهدافه التربوية لذلك فهي تقوم أيضا على اجتهاد المرب من هنا هي فن العنصر الثالث في طبيعة العملية التربوية هي كونها تقنية تقنية تيكنيك تيكنيك لاعتمدها على وسائل وتقنيات التعليم فهي نحن الآن نستخدم تقنيات التعليم هذه التقنية الحاسوبية فهي إذن التربية أيضا من هذه الزاوية هي تقنية علم فن تقنية رابعا التربية هي كذلك فكر لماذا هي فكر؟ لانتلاقها من مجموعة من الآراء والأطر الفكرية التي ترسم توجهات التربية وتطبيقاتها إذن لابد لكل نظرية تربوية في العالم من فلسفة معينة تنطلق منها ولذلك فالتربية في اليابان لها فلسفتها الخاصة بها وهي الفلسفة التي تأخذها من المجتمع الذي تنتمي إليه التربية في فرنسا لها فلسفتها الخاصة التربية في أمريكا لها فلسفتها الخاصة التربية في ألمانيا لها فلسفتها الخاصة فالتربية في المجتمعات العربية مثلا أيضا لها فلسفتها الخاصة وأهدفها الخاصة إذن فالتربية قبل كل شيء هي فكر مجموعة من الآراء مجموعة من النظريات التي تحدد الأهداف العامة للنظام التربية أخيرا التربية هي أيضا أخلاق لماذا هي أخلاق؟ يقول الدكتور سالح لسموها عن باقي التخصصات بما يشترط فيها من التحلي بمحاسن الأخلاقي ومكاريمها التربية تعلمون هي عمل مخصوص جدا ومتميز جدا عن باقي التخصصات لأن التربية مصدرها الإنسان وهدفها الإنسان وهي تتعامل مع من؟ تتعامل مع الإنسان لذلك فهي لابد أن تكون قائمة على قيم أخلاقية تحترمها وتتبقها وتلتزم بها فلذلك التربية هي أيضا أخلاق وقواعد أخلاقية إذن قلنا هي فكرة أيضا وأخلاق هكذا إذن يجمل الحقيقة الدكتور صالح أبو عراد طبيعة التربية ويركب لنا جواب عن سؤال ما طبيعة التربية؟ جوابا شامل يشمل جميع هذه العناصر التي أتينا على شرحها ترجمة نانسي قنقر